لو اكتشفت ان ابنك عنده ميول جنسية شازة نسمع واحد يقول لي يعني اسمع الكلام اللي يسمي بدني لو ما سمعتوشه الكلام ده اكيد هيروح يتكلم مع حد تاني وفي الغالب لحد التاني ده هيكون هو الصياط الرعاية بتقتضي ان انت توسع صدرك وتسمع حاجات كتيرة ممكن ما تحبهاش هتوسع صدرك وتسمع وتعمل ايه تيجي العناية بقى لو ما قدرتش تحل لو ما عندكش قدرة وما كنتش عندك خبرة وما كنتش مريت بده تيجي بقى العناية العناية نعمل ايه لو انا مش قادر نروح بابننا لطبيب او معالج يساعدوا على التعافي خلوه اولادكم يكلموكم ويقولولكم مش هقولكم ان انتو بتعلموا اولادكم عدم الحياة لكن بتعلموا اولادكم القرب بتعلموا اولادكم البوح لازم نحترم بوحة اولادنا اشتركوا في القناة